بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بطلابي طلاب الصف السادس التدائي أرحب بكم أنا المعلمة يناسم طيري من معاهد وبرامج التربية الفكرية اليوم بإذن الله نبدأ درس جديد في مادة العلوم موضوع درسي مفهوم العمل أهدف في هذا الدرس أن أتعرف طلابي على مفهوم العمل الأهداف التعليمية للدرس أن يعرف الطالب والطالبة العمل أن يشير الطالب والطالبة إلى الأشياء التي تؤثر بها القوة والحركة أن يذكر الطالب والطالبة الفرق بين الدفع والسحب أن يحدد الطالب والطالبة وحدة القياس المناسبة لتحديد المسافة كيف تتحرك الأشياء من حولنا؟ كيف تتحرك الأشياء من حولنا يا طلاب الصف السادس؟ هيا نفكر سوياً هل تتحرك الأشياء من تلقاء نفسها؟ هل تتحرك دون أن نقوم بتحريكها؟ تتحرك الأشياء عندما نقوم بدفعها أو سحبها نقوم بتحريك الأشياء من حولنا عندما نقوم بحملها هل تتركب هذه المكعبات دون أن أقوم بعمل؟ هيا نقوم بعمل معاً هيا نقوم بتركيب المكعبات كيف تتركبت هذه المكعبات يا طلاب الصف السادس؟ أحسنتم حينما قامت المعلمة بعمل ما هو العمل؟ تحريك الشيء هل تتحرك هذه الدمية من تلقاء نفسها؟ أو عندما أقوم برفعها إلى الأعلى وإنزالها إلى الأسفل؟ أحسنتم تتحرك الأشياء عندما نقوم بعمل هل يتحرك هذا الحصان لوحده؟ لا يتحرك لوحده يجب أن نقوم بعمل يجب أن نقوم بدفعه إلى الأمام أو سحبه إلى الخلف هل يرفرف هذا العلم لوحده؟ انظروا قامت المعلمة بعمل ما هو العلم؟ ما هو العمل الذي قامت به؟ رفع العلم وتحريكه نريد أن نقص هذه الورقة إلى نصفين تقوم المعلمة بعمل ما هو العمل؟ القص كيف أستطيع أن أقص؟ أقوم بقصها إلى نصفين لقد قمنا بقصها إلى نصفين كيف قامت المعلمة؟ كيف قامت بعمل؟ قامت بعمل إذن تتحرك الأشياء من حولنا عندما نعمل تحتاج الأشياء لكي تتحرك إلى قوة إما بدفعها أو سحبها الدفع يعني تحرك الشيء بعيدا عني هيا ندفع هذه السيارة ندفعها بعيد إلى الأمام السحب يعني تحرك الشيء قريب مني هيا نقوم بسحب السيارة تحتاج الأشياء لكي تعمل إلى قوة القوة تعني الدفع أو السحب الذي يحرك الأشياء من حولنا الدفع هو تحرك الشيء بعيد عني والسحب تقريب الشيء قريبا مني إذن تحتاج الأشياء إلى القوة والقوة هي الدفع أو السحب الدفع أو السحب الذي يحرك الأشياء من حولنا الدفع يعني تحرك الشيء بعيدا عني السحب يعني تحرك الشيء قريبا مني يقوم هذا الولد بدفع الكرة دفع الكرة بعيدا عنه هل أنجز عملا؟ نعم لقد قام بدفع الكرة يقوم هذا الرجل بسحب العربة هل أنجز عملا؟ نعم لقد قام بالسحب والسحب هو القوة التي تجعلنا نقرب الأشياء من حولنا تحدث الحركة وينتج العمل عندما يكون هناك سحب ودفع وقوة هل تتحرك الجمادات دون مجهود أو دون قوة أو سحب؟ لا لكي تتحرك الأشياء لابد أن يكون هناك سحب ودفع وقوة عندي هذه السيارة يقود السائق السيارة للمدرسة هل أنجز عملا؟ نعم لقد قام بإنجاز عمل في هذه الصورة يقوم هذا الرجل بدفع السيارة هل أنجز عملا؟ لم ينجز عملا لأنها لم تتحرك يقوم هذا الولد بفتح الباب دفع الباب بعيدا عنه لفتحه والباب هنا مغلق يقف الطفل أمام الباب أين هي صورة العمل؟ أحسنتم الصورة الأولى لماذا؟ لأن الولد في الصورة الأولى أنجز عملا قام بدفع الباب وفتحه في الصورة الثانية لم ينجز عملا لم يستطيع أن يفتح الباب عندما نستطيع أن نحرك الأشياء فإننا نكون أنجزنا عملا وعندما لا نستطيع أن نحرك الأشياء فإننا لم ننجز عملا عندما يكون هناك قوة ودفع وسحب وحركة نكون أنجزنا العمل في حال لم يكن هناك حركة لم ينجز العمل العمل هو تحريك الأشياء وحملها ودفعها وصحبها من مكانها المحدد يحتاج الشغل إلى مسافة وتقديرها يكون بالمتر نستطيع أن نقدر المسافة باستخدام المتر لكي نقوم بتحريك الأشياء فإننا نحتاج إلى مسافة وقوة أريد أن أحرك هذه الطاولة كيف أستطيع أن أحركها؟ تقدير المسافة أمامي ثم قوة لتحريكها إلى الأمام لو لم أقوم بقوة ودفع لتحريك الطاولة هل يتحرك مكانها؟ لا لا يتحرك مكانها إذن لكي ننجز عملا علينا أن نقوم بتحريك الأشياء من حولنا كيف أقوم بتحريك الأشياء من حولي؟ عن طريق الدفع أو السحب هنا تنتج الحركة أحذر الكتاب المدرسي والقلم برفقة ولي الأمر نحل الأنشطة مع المعلمة النشاط الأول صفحة 134 أرسم دائرة حول الصورة التي أثرت فيها القوة والحركة في الصورة الأولى يقوم الرجل بدفع سلة الأغراض هل أنجز عملا؟ يقوم بدفعها أحسنتم لقد أنجز عملا في الصورة الثانية يقف الرجل أمام الكراتين هل أنجز عملا؟ لا لم ينجز عملا لماذا؟ لأنه لم يقوم بدفعها ولا سحبها في الصورة الثالثة يسحب الأطفال العربة هل أنجزوا عملا؟ نعم لقد قاموا بتحريكها في الصورة الرابعة يقوم الطفل بدفع العربة انظروا إلى عجلات العربة إنها تتحرك لقد أنجز عملا في الصورة الأخيرة يحاول الطفل دفع الجدار هل يستطيع الطفل أن يدفع الجدار ويحرك مكانه؟ إذن لم ينجز عملا نشاط رقم 2 صفحة 135 اكتب نعم أو لا في المستطيل الملون بعد قراءة الجملة الجملة يحاول تحريك السيارة إلى الأمام ولكنها لا تتحرك هل أنجز عملا عند تحريك السيارة؟ انظروا إلى الصورة هل قام هذا الرجل بعمل؟ السيارة لم تتحرك إذن نضع كلمة لا الصورة الثانية يحرك العربة بقوة إلى الأمام وتتحرك هل أنجز عملا في تحريك العربة؟ العربة تتحرك هل أنجز عملا؟ نعم الصورة الأخيرة يلعب بالكرة ويدفعها لمسافات بعيدة هل أنجز عملا في تحريك الكرة؟ نعم لقد قام الولد بدفع الكرة تعرفنا اليوم على مفهوم العمل ذكرنا أن العمل يعني تحريك الأشياء بدفعها أو سحبها عندما يكون هناك حركة ينجز العمل ونقوم بالعمل عندما لا يكون هناك حركة لا ينجز العمل في نهاية الدرس عندي بعض التوصيات لولي الأمر العمل على الاطلاع على دروس مادة العلوم من خلال تكرار مشاهدة بثها على قنوات عين التلفزيونية مع وجود الكتاب المدرسي والقلم والسبورة ضرورة حرص الوالدين على متابعة أبنائهم عند مشاهدة الحصاصة التعليمية الالتزام بالمراجعة الدورية عند انتهاء الحصاصة اليومية جلوس الأهل مع الأبناء ومحاورتهم والاستماع إليهم وإلى ملاحظاتهم ومتابعة تقدم تحصيلهم الدراسي أولا بأول خلق بيئة منزلية محفزة الأبناء في المنزل من خلال تشجيعهم بالمعززات والمكافآت المادية والمعنوية نقل أثر التعلم من حصص الدراسية إلى المنزل من خلال أنشطة اليومية المنزلية وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من درس مفهوم العمل كانت معكم المعلمة يناسون طيري دمتم بحفظ الله موسيقى